اشتركوا في القناة جامعة القاهرة سنة سبعة وصفة فمن خلال دراستي للاعلام الناس تحب تسمع لان اسهل حاجة السماء تحب تسمع بعدين ترى بعدين تشوف صورة فهي الترتيب بتاعها كده انه يبقى مسلسل اذاعة نشوفه كتاب نشوفه مسلسل اوفيل هو هيبقى فيديو في رمضان السنة دي ان شاء الله بما سهل يعني فيه كلام لكن لسه مستقرماش على حاجة رب نساء ان شاء الله طيب ممكن تحكي لي عن تجربة حضرتك في كتابة الرواية باي لسان نسبة الرواية باي لسان انا اصدت من خلال هذه الرواية اني ارصد وافضع التدخل الامريكي التاموري في المنطقة العربية لتنفيذ خطة الصهيوني لويس بيرنارد المسمى بالفوضى الخلاقة ولذلك احداث الرواية ما بين القاهرة وبغداد والاحداث بتفضح الدور الامريكي من اول احتلال امريكا للعراق الى سرقتها للثورات العربية وتسلمها للكوار الرجعية الممثلة في تنظيم الدولة الاخوان وما زالت امريكا مصممة على هذا الموقف التخريبي في الدول العربية واعتقد ان هي اللي بتدعم كل الحركات التخريبية اللي زي داعش وغيرها من خلال اجهزة مخابراتها والرواية كعمل رواي درامي بيعتمد على قصة او حكاية هذه الحكاية اللي يراها هيفهم كتير قوي من مجريات الامور في المنطقة ويعرف ان امريكا وراء كل اللعبة اللي احنا شايفينها اللعبة القذرة الهدف منها ان احنا نتأخر ونتقدمش نعيش في مشاكل ليل ونهار والطائفية تؤدي الى تفتت الدول العربية لتصبح اسرائيل هي اكبر دول هو ده المخطط واعتقد انه بدأوا ناس كتير قوي يستوعبوا ويعرفوا وبدأت الدول العربية تفوق وان كنا تأخرنا هي فعن رواية يعني هي اصلا رواية وبعدين بعد كده ما هو كده بدوا رواية دي نزل اصلا قبل المسلسل الازاعي وقبل المسلسل التلفزيوني هيكون لسه لكن هي كانت طبع اولانية كان لسه كان لسه فيها شوية تعديلاته كده فهنا الحينها خطفناها وعملناها زاعة وبعدين فيها حفلة توقية النهاردة ان شاء الله ومعما كان ان شاء الله بإذن الله في رمضان الجاي تكون مسلسل تلفزيوني بس لسه بطلتوا مين من لسه مش عارفين وحضرتك تبعا مش هتبقى المخرج حضرتك قلت لي مخرج الازاعي اه بالضبط انا مخرج الازاع اللي عملتها حولت رواية بيلاسان لعمل ازاعي الأستاذ محمد توفيق كاتب متميز هيحولها ليه تلفزيوني وبالفعل كتب منها بعض الحلقات ولسه مين بقى هيخرجها بطلو لسه مش عارفين أستاذ عمر الدياب مخرج بيلاسان من شكراك فبقوافت أخباري اليوم ونورتنا ونرسي شكرا